شارك وزير الخارجية وشؤون الموتربين الدكتور أحمد عواض بن مبارك في الدورة التاسعة والخمسين لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء لجامعة الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية وقال وزير الخارجية في كلمة بلادنا التي ألقها في الدورة نجتمع اليوم في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية المعقدة والمضطربة لنواحد رؤانا وننسك خطواتنا وبرامجنا لتصدي التابعات والعواقب الخطيرة لهذا العالم شديد التحول من حولنا وأضاف أن أعباء الحرب تضاعفت مع اشتداد الأزمة الدولية مثل التغيير المناخي وانعكاسات جائحة كورونا على الوضع الصحي المتدهور بالإضافة إلى الآثار الكارثية الناجمة عن التضخم والركود الاقتصادي وأشار إلى سعي الحكومة اليمنية إلى التوصل إلى حل شامل مستدام للأزمة اليمنية وأفقا للمرجعيات المتفق عليها وأكد أن السلام لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بشراكة السياسية وبالحقوق المتساوية لكافة أبناء الشعب اليمني ويؤمن بالدولة كمالك وحيد للسلطة والسلاح